السلام عليكم كرايد أعمال علي دايماً البحث والعمل على المشاريع الابتكارية فالمشاريع تختلف أشكالها عن بعضها البعض ولكن يعتبر أهمها على الإطلاق هي المشاريع الابتكارية يمكن مش هي الأهم من ناحية ثقل المشروع ولكن لما تحتوي هذه المشاريع الابتكارية من تأثير على حياة الناس وحل المشاكل اللي يواجهونها بشكل يومي ابدأ ودو كفاءة حياكم الله في قناتكم ويا مرحبا بالجميع قبل لا نبدأ اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات أسئلتكم وتعليقاتكم دايماً مرحب فيها طيب السؤال هنا شو هو المشروع الابتكاري لغة هو التطوير الخلاق والصلاحاً يعرف المشروع الابتكاري على أنه المشروع اللي يحوي على حلول جديدة مقترحة لمشكلات قائمة في جانب ما من حياتنا أو إضافة قيمة ما لحياة الناس فالمشروع الابتكاري يتميز بفكرة مبدعة تشكل جوهر الفكرة فيجب أن يكون حل جديد لمشكلة تواجهك بالفعل أو أنها تكون خطوة لتطوير منتجك أو أخذ لمستوى أعلى بحيث تظهر نتائجها في تحسين عملك وارتفاع مستوى إنتاجك والأمثلة كثيرة جداً خلونا ناخذ أكواب القهوة لمسواية هذه للاستخدام الواحد كمثال فقبل كانت مشكلة المقاهي إن العميل لابد له من الجلوس فقط حتى يحصل على الخدمة المقدمة وكان من الصعب سابقاً الحصول على مشروبك ثم التوجه إلى العمل أو إلى مكان آخر فكانت المشكلة الأساسية هي ضياء الكثير من الوقت لبعض الفئات المستهدفة حتى تم ابتكار الأكواب ذات الاستخدام الواحد فمكنت العملاء من استحاب مشروباتهم معاهم في طريقهم للعمل أو للتنزه ومكنت أصحاب المقاهي في الحصول على مستوى جديد في تقديم المنتج في نوعين من المشاريع الابتكارية مشاريع عامة ومشاريع متخصصة مشاريع عامة مثل مثالنا اللي ذكرناه قبل شوي أما المتخصصة فهي في مجال تخصص رائد الأعمال فقط وعشان تنجح في مشروع ابتكاري معين يجب عليك أنك تمر على عدد من الخطوات الخطوة الأولى ابتكر في تخصصك قبل البدء في تنفيذ مشروعك المبتكر يجب عليك البحث عن الأفكار المناسبة اللي تسمح لك بإنشاء مشروع ناسب قدراتك سواء كانت مادية أو فكرية أو تعليمية وعشان تضمن معدل نجاح مرتفع للمشروع لازم تنظر إلى نفسك وقدراتك ومهاراتك تؤكد معظم الاستطلاعات والدراسات أن نسبة النجاح في اختيار أفكار المشاريع تتجاوز ستين بالمية لذلك عليك تحديد الأفكار المبتكرة المناسبة لك وتأكد من إعجابك بمجال فكرة مشروعك لذلك لا تختار مجال ما يعجبك لأنه من المؤكد أنه ما عندك خبرة رواد الأعمال اللي نجحوا في هذا المجال لذلك ليس كل ما يناسب مجال غيرك يكون مناسب لك الخطوة الثانية إيجاد المشكلة قبل الشروع في الحل تعتمد المشاريع المبتكرة على تقديم حلول للمشكلات الحالية في منتج أو صناعة أو غيرها فإذا تحتاج إلى معرفة ما هي المشكلة وتصورها بعد ذلك يمكنك البحث عن حل مناسب لذا فإن تخيل الحل هو فرع من تصور المشكلة وأسبابها الخطوة الثالثة دراسة السوق عليك أنك تبحث في السوق اللي تنوي فيه البدء في تنفيذ فكرة مشروعك المبتكر عليك أنك تبحث عن منافسيك وما يقدمونه لجمهورهم المستهدف من حيث الخدمات والمنتجات ولا تغفل عن حجم المنافسة كآلية مهمة للنجاح فإذا كانت فكرتك المبتكرة تتنافس مع العديد من الأفكار المبتكرة فيجب أنك تبدأ في التفكير في كيفية تطوير فكرتك بحيث يمكن فكرتك أنها تكون مختلفة ومتميزة حتى تتفوق على أفكار منافسيك وابحث عن كيذية تعامل جمهورك مع منافسيك وسلوكهم الشرائي مثلاً هل يحبون التنقل أو يفضلون يشترون المنتجات في المنزل الخطوة الرابعة تنظيم دراسة المشكلة تعتمد هذه المنهجية على دقة الملاحظة وكتابة المشكلة الحالية في المشروع حتى يتم ابتكارها ثم التفكير في الحلول من خلال تقييم تكلفتها ومدى فائدتها في الواقع ودرجة جدواها المرجوة فكر فيها ليس كل منتج مبتكر ذو فائدة اقتصادية إن اتباع هذه الخطوات للبحث في المنهجية يكفي ليعطائك الفكرة الصحيحة عن خارطة الطريق لتحقيق مشروعك الإبداعي بنجاح الخطوة الخامسة التخطيط الجيد للوصول للجمهور المستهدف هنا لابد من تحديد الجمهور الصحيح للمنتج أو الخدمة المبتكرة واختيار الوسيلة الصحيحة لنشر الوعي حول المشروع المبتكر مثل مواقع التواصل الاجتماعي أو الجرائد أو غيرها المهم تكون وسيلة يمكنك استهداف جمهورك بالشكل الصحيح الخطوة السادسة حماية المشروع المبتكر إذا كان من النوع اللي يمكن حمايته من قبل الجهات المحلية والإقليمية والدولية وهذه الحماية لا شك إن منها فوايد على سبيل المثال الحق في الحماية من السرقة والتقليل لفترة زمنية معينة بيع حقوق الملكية أو تأجيرها وهذا من شانه الحصول على عوائد مالية عالية خلونا ناخذ مثال أيقونة الوجه المبتسم فكرتها كانت من أحد الشركات لزرع الابتسامة على وجه موظفيها رسموها الأيقونة ووزعوها على أبواب موظفي الشركة وصلت الفكرة لأحد المصممين فقام بطباعتها على القبعات والملابس وغيرها من الأدوات باع أكثر من خمسين مليون قطعة في فترة زمنية قصيرة ومع ذلك الفكرة ما كانت مسجلة بحقوق فكري يبعدها طلع واحد فرنسي اسمه فرانكلين ليفراني وأدرك قيمة امتلاق حقوق الملكية ولاحظ أن الوجه الأصفر المبتسم ما لحقوق فهو لا يزال حر وما تم تسجيله باسم أي شخص لذلك سارع بتسجيل الحقوق باسمه في مختلف دول العالم وأسس شركة أسماها أيقونة الحظ الجديد وباعت اليالوفيس في جميع أنحاء العالم ومحقق أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الخطوة السابعة هي التقييم قبل البدء في المشروع يجب عليك تقييم مشروعك المبتكر بعد انتهاء الفترة المحددة في الخطة الأساسية ويتم قياس نجاح مشروعك من خلال بعض المؤشرات بما في ذلك نسبة الربح رضى الجمهور درجة التواصل مع علامتك التجارية نجاح خطتك التسويقية هذه هي المؤشرات الأساسية لقياس نجاحك في المشاريع المبتكرة هكذا يتم التعامل مع الأفكار الجديدة في السوق فكل فكرة جديدة هي فرصة للربح وحتى تتمكن من تعلم المزيد عن تحويل فكرة ما إلى مشروع يمكنك متابعة القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلك كل جديد كان معاكم أخوكم خليفة اشتركوا في القناة